انا شايفك انت مستني فرصة او الطرف التاني يكون يعني لو الحاجات دي حصلت من طرف التاني يكون هو اللي مستني انك تدي له فرصة في فرصة هتتقدم لك وشايفك بتتغير سلاماً يعني بتحاول تاخدوا الامور بشكل هذي جداً بتحاول تروض كل اللي حواليك او الطرف التاني يعني انت بتستعمل معي اسلوب مختلف تماماً اسلوب فيه بكاء وفيه حكمة وفيه جدوء اه او الطرف التاني هو اللي يعمل معك كده يعني لو هو اللي نشيبه هو اللي غلطان هو يعمل معك كده اه يبعد عن العصبية والحدة في الكلام ويبتدي يتعامل معك بشكل اه اه شوية فيه سياسة يعني شوية فيه سياسة فيه تساهم اه اه عايز يسيطر عليه اه اه او على تفكيرك من الناحية دي بس مش بشكل وحش يعني بشكل كويس مش يسيطر على تفكيرك بشكل وحش لا بشكل كويس او انفع اه اه اللي جايلك بعد كده برج العزراء اه انا شايفة فيه عندك انتصار انتصار اه في العلاقة العصفية اه يعني بعد تعب وبعد جهد كبير جدا لبعضكم ممكن فيها علاقة تعب فيها كثير اه لبعضكم ممكن تكون وكنتم منفصلين اه لبعضكم ممكن يكون اه غير مرتبطين اه رسميا وانت احاسس ان انت تعبت في العلاقة دي او قدمت فيها وقت كثير ومن غير فالعلاقة دي زي كمان ما شفنا في الطاقة بتاعتك. انت العلاقة دي هيحصل فيها انتصار آآ بشكل او باخر. آآ لكن انا شايفة انت كمان ممكن تكون بتتعامل يعني انت تظاهر لك هنا آآ في كرتين انتصار آآ في علاقة انت ممكن تكون موجود في علاقة هي فيها سوء مروح. يعني علاقة آآ فيها حب متبادل آآ انت بتحب الشريك. و الشريك كمان بيبدلك نفس الشعور هو كمان بيحبك آآ 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 حصل فيها شوية آآ 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 شوية زعل آآ آآ شوية ضمود آآ حاجات groans عنك أو عن الثرف التاني لكن بعد آآ الثعب اللي انت تعبته ده آآ فيه انتصار يعني انت الكارت بتاعك اللي انت بتشتغل فيه او بشتغل العلاقة او انتصارك او جهدك ده كله كارت ده جنبه من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال كارتين انتصار فانت عندك انتصار ورجوع يعني ممكن اللي مستني رجوع لشريك منفصل عنه فيه رجوع ان شاء الله انا شايفه فيه رجوع وترتيم للعلاقة فيه فرح فيه سعادة فيه زواج البعض ممكن قطوبة او ارتباط يعني بعد فترة الم ومعاناة كبيرة جدا فترة حسبت فيها نفسك مين غلطان حسبت فيها نفسك انت كمان شفت نفسك ان انت كنت غلطان في حاجات او في حاجات كنت متسرع او متهور فيها او او ما فاخترتش فيها قبل ما تعملها اا يعني بعد كمان اا اا العلاقة انت كنت في بعضك كمان كانت في علاقة هو فقط فيها الامل تماما يعني اا وممكن كمان اقول اا انها علاقة يعني كان مقدر لها الانتهاء علاقة مقدر لها الانتهاء برغم صعوبة او برغم مواجهات وبرغم تحمل وبرغم انك ممكن تكون انت او الطرف الثاني تحملتو فيها كتير او قلتو يعني نحايل ان العلاقة دي ما تنتهيش او انها تستمر لكن هي اا يعني هي نطروا بيقولك انه دا كان قدرا لازم يحصل لازم يحصل لدروس ممكن تكون دروس ممكن تكون علشان بعد كده تكون حذر اا تخلي بالك اا 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 شايتك كمان بين صور حوالين علاقتك وحوالين بيتك فيما بعد وانك تخلي بالك من اا حياتك اا العاطفية او العائلية اا في الفترة اللي جاية ان شاء الله تخلي بالك كمان على مجهوداتك يعني انت في علاقة قد انت فيها مجهود كبير اوي لكن شوية كنت متهور او الطرفي الثاني كنت تتتعمل مع شخص اا اا متهور او مش اا يعني مش مقدر مسئولية العلاقة او مسئولية الزواج او مسئولية ارتباط اا شايفة فيه تغيير جاي في الفترة اللي جاية فيه ترتيم العلاقة فيه رجوع اا اا فيه رجوع لمنفصلين اا شايفة كمان اا ممكن تكون بتتعامل مع شخص يعني مع طرف تاني يكون اا مختلف عنك يعني انتو الاثنين تكونوا مش شابه بعض تكونوا جنسيات مختلفة او انت في بلد وهو بلد اا اا لكن فيه بينكو اا تواصل روحي قوي جدا اا انتو الاثنين بتسفكروا بعض كتير ببتل فترة بالليل اا كتير بتسفكروا بعض كتير شايفة الطرف التاني حزين اا حزين بسبب البعض اا كمان انا شايفة هنا ابراج اا عقرب وسرطان اا معيك يا برج العزراء والابراج النارية كمان معيك اا لكن شايفة فيه قرار اا بخصوص العلاقة دي اللي فيها تباعد شايفة فيه قرار انت هتاخده اا يعني بعد سماعك لاخبار يعني ممكن فيه اخبار تسمعها قريب. اا بناءا عليه انت هتاخد قرار ولو بعضكم في فضع متوقف او معلق او اا او بقيله فترة مش بيزغير انت هيكون في ايضة القرار. انت هتاخد القرار بس بعد ما فيه اخبار هتسمعها خبر او اتنين. هي مش اخبار سيئة. لأ اا هي اخبار كويسة. اا فانت هتاخد قرار اا والقرار ده هيكون سليم. لان انا شايفة تفكيرك فيه هيكون بعقلك اكتر حاجة مش مدخل فيه العاطفة خالب. اا هيكون بعقلك بس. فشايفك في الفترة اللي جاية ان شاء الله فيه فرار هتقدر تاخده. اا وشايفة ان انت مستني فرصة او الطرف التاني مستني ما تديره فرصة تانية. اا لكن فيه بعدها اا ان شاء الله ترتين العلاقة او زواجه فيه ارتباط او رجوع لشخص هو بمسال اا توقم روح او اا للعزبين ممكن تكون بترتباط مع شخص توقم روحك او هتقابل توقم روحك ان شاء الله في القريب وهيحصل ترتين للعلاقة دي وشايفة منتصر منتصر مرتين يا برج العزراء ان شاء الله. النصيحة بتاعتك. اول اول هقول الطرف التاني بيفكر فينا ازاي? اا انا شايفة الطرف الثاني بيفكر ممكن دايما اقول ففي بعضوكم طرف تاني يكون مسافر او انتو متابعزين مع بعض في اخبار هاتسمعوها. ااا بعضوكم فيه علاقة ثلاثية لو هو فيه طرف التالي شي عنده علاقة ثلاثية. اا فيه قرار هيستاخذ. اا قرار ده هيكون فيه عدل. الطرف التالي التاني ده تذكيرو. قرار لايزم ياخدو. لايزم القرار ده يكون فيه عدل. اا بخصوص العلاقة الثلاثية. لو ما فيش علاقة ثلاثية يبقى القرار ده هيبسطكم انتو الاثنين جدا وهتحتفلوا به انتو الاثنين. يعني القرار اللي هيتخد ده مش اه حاجة هتكون ضد مطلعتك. لأ انتو الاثنين هتكونوا متفقوطين. وانتو الاثنين هتحتفلوا به وهتكونوا مبسوطين جدا. اه شايفة الكرف الثاني بيستكرك كتير. اه بيبص عليك كتير. ممكن بيتواصل معك روحيا. اه بتفكيره فيك بشكل ومتواصل. لو انت بتفكر في حالين هيكون بالافتر بسبب تذكيره هو فيك والرسائل اللي هو بيبعت هالك. اه اه شايفة بيبص عليك بيرقبك بيفكر ذكرياتكو مع بعض. اه بيفكر كلامك تصارفاتك. اه شايفة كمان اللي هو بيشوفك. انت ليه البصن يعني انت الشمس وانت السعادة وانت الحياة اللي هو عايز بيعيش معيها. ده اللي انا شايفة اه من تذكير الطرف التاني في الطاقة اللي موجودة قداني حاليا يا برج العزراء. النطيحة بتاعتك يا برج العزراء للفترة اللي جاية. عايدين يشوف انت حصل لك ايه وايه النصيحك اللي طارو بيقدمها لك. طارو بيقولك تبتش فيه. اه حاول تاخد وقت مع نفسك. تاخد وقت مع نفسك ان انت تفكر ان انت تسيطر على نفسك على اعصابك. ان انت تتخلص من الجروح ومن الالام اللي موجودة عندك وانت تطلع من المسئليات ومن كل الاعباء اللي انت حاسس بيها. لا خرج كل السيوف دي من جسمك ومن طاقتك ومن حياتك. ببتدي اه تستشفي تعد لوحدك تعمل اه تأمل تعمل الاستشفاء. يعني اخرج من الطاقة السلبية وحاول تفكر بهدوء علشان توصل لحلول اه اه او عشان توصل للمراحل اللي احنا اتكلمنا عنها في القراءة اه اه الحياة السعيدة والمستقرة واللي احنا شوفناه في القراءة. كمان بعضكم ممكن يكون اه بينصحك لو انت اه مجمن على شيء اي ان كان الشيء ده هو ايه? اه يعني يعني متعلق بشخصي جدا انك حاول تخرج من الطاقة دي تستشفي تخرج من الطاقة دي. اه مدمن على تعاطي اي شيء اه اه سواء كان في الاكل او في الشرب او اه اي حاجة انت بتعملها بشكل مفرط اه حاول ان انت تخرج منها. كمان لو انت بتمر بحالة غضب شديدة من الشريك حاول ان انت اه تخرج من الحالة دي. اه كمان لو بعضكم بيعاني من طاقة سلبية في حياته. اه سواء تحرق او حسد. اه كمان الطاقة بيمسحك انك تتخلص من الطاقة دي. فانا يعني اريتها على كل الاوجود يعني ايا كان الحالة السلبية اللي انت بتمر بيها او الموجودة حاليا في حياتك سواء اي حاجة من اللي انا قلتها او كلهم حاول انك تستشفي منهم او انك تتخلص من الحالة السلبية اللي موجودة اه محيطة بيك في حياتك. اه كمان اه يعني هنا بيطلب منك انك اه في النصيحة انك تحاول تفكر بحكمة. تفكر بعقل. اه تستكشف الامور. تفكر اكتر كمان عايز بيقولك بعمق. اه يعني ايه بعد عن العاطفة. فكر اه في عمق الاشياء. اه ممكن تكون بلي خص العلاقة. يعني ايه اللي يوصل الامور لكده. ايه اللي ممكن الحلول اللي ممكن نعملها علشان الوضع العاطفي بتاعنا يتحسن. هو هنا مطلوب منك انك تفكر بشكل عميق جوه. اه جوه الحالة نفسها. مش بشكل عشوائي. ولا بشكل اه اه خارجي. يعني مبارا لا اكتشف ويتعمق جوه الحالة العاطفية بتاعتك. ان احنا هنا بنتكلم عن الحالة العاطفية. تل مقصود بيها هنا الحالة العاطفية بتاعتك. ايه بعد عن ام عن الليوم كمان وعن العطاب. اه في الفترة اللي جاية. لان انت عندك حاجات كتير قوي ملغبطة. ملغبطة لك دماغك. اه ما تتخليش يكون عندك كمان اختيارات كتير قوي عشان ما تتلغبطش. اه وتبتدي كلوم نفسك كتير او طلوم الاخرين كتير. ابعد عن الحاجتين دول. اه تشويش في الافكار او انك تكون حاطة حاجات كتير قوي بتدماغك. لدرجة انك مش قادر تفكر في حاجة معينة. الطلب ينصحك انك تبعد عن الطاقة دي او الطريقة دي في التفكير. لأ خليك خد وقت كده مع نفسك لوحدك وقتها دي واكتشف. تفكر بعمق بعيدا عن الدباضية وبعيدا عن التفكير في حاجات كتير كلها متدخلة مع بعض. آآ سأقدي لان أنا لوم نفسي او عاتب نفسي. اول لوم الطرف التاني كتير وعاتبه كتير وده يقدي لمشاكل اكتر في العلاقة. آآ او يقدي لانك انت تعد حسب نفسك كتير قوي. يعني ممكن تكون بتدخل نفسك في دوامة ما بتخلص بسبب الافكار الكتير او تدخل الافكار في جميعك. لأ خد وقت مع نفسك وده ابعد عن الغضب ابعد عن الثقات التلبية وابعد عن آآ انك طلوم نفسك. ما تلومش نفسك. ما تلومش الطرف الثاني. لأ. آآ آآ عمل ايه؟ اختلي بنفسك. وفكر بعمك اكتر في العلاقة. آآ القراءة بينسبي لك انتهت برج العزراء. ان شاء الله بالتوفيق والسعادة والحياة الجميلة لكم جميعا وبكل الابراج يا رب. وآآ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واستنوا مني بقيت الفراءات. وكمان عن الصحة والمال والعمل والسفر. وآآ شكرا للمتابعة.